الصناعة في العراق في رمقها الأخير بين مشاكل مفروضة وأخرى مصطنعة وحلول لم يخطط لها أن تراضياء العراق الذي كان قطاعه الصناعي يساهم بـ 14% من أصل الموازنة العامة للبلاد قبل العام 2003 توقف فيه وبشكل متعمد أكثر من عشرة آلاف مصنع حتى عام 2017 بحسب وزير الصناعة السابق محمد الدراجي وزارة الصناعة والمعادن دعت إلى تفعيل القوانين الهادفة إلى إعادة الصناعة المحلية إلى سابق عهدها من خلال تفعيل التعرفة الجمركية ومنع استيراد المواد الغذائية وتطبيق قوانين تدعم وتشجع الصناعة المحلية تدهور الصناعة في العراق بعد الاحتلال وتبوء قيادات غير كفوءة على رأس القرار وتردي الوضع الأمني في البلاد وانتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة واستهداف الكفاءات العلمية وغيرها من العوامل تضافرت لإرهاق عجلة الصناعة الأمر الذي دفع برئيس اتحاد الصناعات مؤيد جمال الدين ليبدي تخوفه من اندثار الصناعة العراقية وما زاد من التدهور الصناعي في البلاد ما كشف عنه نائب رئيس الحكومة السابق بهاء الأعرج من أن إيران منعت الكثير من المشاريع الاقتصادية في البلاد مؤكداً أن السفيرة الإيرانية في بغداد طلب منه عندما كان نائباً لرئيس الحكومة إيقاف هذه المشاريع وتبقى عوامل النهوض الصناعي في العراق من اختيار الكفاءات العلمية ووضع الخطط التنموية وتأهيل المنشئات والمصانع والقضاء على جميع حلقات الفساد مجرد حبر على ورق تنتظر ظروفاً تخرجها إلى نور العمل وفسحة الأمل